في منطقة الذكارة بولاية تبسة يصارع الفلاح عبدالحق من أجل الاستمرار في الحفاظ على مزرعته المنتج لعدد من الفواكه وذلك بسبب قلة الماء ما جعله يتكبد عن أسقيها بشراء سهارج المياه التي تكلفه أموالا طائلة أنا رأني مستثمر هنا في الذكارة عندي تسعمية شجرة علوز من نوع مازطو إسباني المنشأ وعندي سبعمية خوخ بطبقية ناشد السلطات أنهم يعطوني بير لأنني نعاني من قلة الماء رأني كرحت من السيتيرنات في الشهر رأني خلص في ثلاثة وربع ملايين ماء باش نورد الخير هذا اللي راكم تشوفوا فيه ديما نجي هنا العبد الحق هذا الفلاح عنده سجر مثمر ورأو تعبين من الماء هنا يومين نكون عنده هنا نديره في الماء تلف عدد كبير من الأشجار بسبب عدم مياه السقي جعلت الفلاح عبد الحق يطالب الجهات المعنية بالترخيص له لحفر بئر ينقذ أشجاره من الجفاف رأني رح نخدمه بدراهمي الخاصة ما رأى ما نسحق لدعم ما نسحق حد شي نعطوني الرخصة برك والسلطات واحد ما طلع لنا هنا في البلاصة هذه شوف ذركة عندي 12 سنة هنا موقف حتى مسؤول في الفلاحة هذه اللجنة سوف تقوم بدراسة الملف ميداني ومعينة المنطقة وإن شاء الله يكون رد إيجابي في حال أنه كان خارج المحيط المحمي لتمكن المعني من إعطائه المقر حفر البئر حب فلاحوا المنطقة لأرضهم وتعلقهم بمهنتهم جعلهم يتمسكون بها حيث حولوا هذه المساحات إلى جنان خضراء رغم كل الصعاب آملين في المساعدة من الجهات الوصية